موسيقى بايدن لتمديد الطوارئ الامريكي وماكرون ومحمد بن سلمان يتطرقان للرئاسة موسيقى سفينة سورية في طرابلس محملة بقمح اوكراني مصرو عودة نسبية لموظف القطاع العام بعد مراسيم التقديمات حلقة اخيرة عن حلف النيتو موسيقى اهلا بكم في نشرة الاخبار من صوت لبنان القديم في المشهد اللبناني فقر وخبز ودواء ومحروقات والجديد تجاهل تام للصفقات والتهريب وكأن لا احد يرى ولا احد يعلم ولا من احد يسأل ولا قضاء فاعل وترك الارقام والاحصاء تتكلم وحدها عن الواقع الماسوي وليس ابلغ من مكرمات مراسيم التقديمات الاجتماعية لموظفي القطاع العام المضربين منذ اكثر من شهر قصورة عن المعاناة القديم في المشهد السياسي لا تأليف ورئاسة موضع كباش والجديد يواكب نتائج اللقاء بين ماكرون وولي العهد السعودي الذي شكل الملف اللبناني جانبا من جدول اعماله على مشارف تحولات داخلية بدءا من الرئاسة وصولا الى بلوغ ملف الترسيم محطة مفصلية ستتضح وجهتها في زيارة هوكستين لبيروت بدءا من الاحد بحرارة ومصافحة طويلة استقبل ماكرون ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في قصر الاليزي حيث اجري جولة محادثات في الملفات الدولية والاقليمية والعلاقات الثنائية الملف اللبناني حضر من الباب عفوا حضر من عفوا عذرا لورود خطأ تقني حيث تتشارك السعودية وفرنسا في انشاء صندوق مشترك لتقديم مساعدات انسانية للشعب اللبناني واوضح مصدر رئاسي فرنسي ان اللقاء بحث في وضع الالية السعودية الفرنسية لدعم لبنان انسانيا ومعيشيا موضع التنفيذ وفي تقرير لوكالة الانباء السعودية لفتا إلى توافق في وجهات نظر الجانبين السعودي والفرنسي حول العديد من القضايا ومنها اهمية تنفيذ اصلاحات سياسية واقتصادية في لبنان كمطلب دولي لتحقيق الامن والاستقرار والازدهار للبنان بعيدا عن التدخلات الخارجية واهمية بذل الجهود لدعم الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط المحلل السياسي من باريس طارق وهبي اضاء لصوت لبنان على المحادثات الفرنسية السعودية دائما عندما يلتقي الذين يقررون وهو جزء ما من حياتنا اذا ما قلنا اجزاء كبيرة في حياتنا كلبنانيين لا نستطيع ان لا نقول الا ان شاء الله نستطيع ان تمر هذه الازمة على خير عودة الثياب دكان الى فرنسا حملت كثيرا امام هذا كان ولي العهد وكان رئيس الفرنسي عدد كبير من الامور التي يجب ان تقر وبسرعة لانه اه لم تعد تحمل يعني موضوع الانحلال انحلال الدولة اللبنانية او هبوطها الاخير 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 وبرأيي انا الان اول الموضوع كان النقاش هو موضوع الجيش اللبناني وهو دعم الجيش اللبناني وكان العادة الاموال موجودة والدعم موجود وهناك يعني تنفيق تام بين قائد الجيش وبين هذان الصرفان الموضوع الثاني هو موضوع له علاقة بالدعم كما سمعنا ان هناك دعم البنك الدول لموضوع الغذاء هناك ايضا كمية من الاموال ستأتي بموضوع الغذاء على الخط الامريكي وجه رئيس الامريكي جو بايدن رسالة الى الكونغرس يطالب فيها بتمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بلبنان مشيرا الى استمرار انشطة مثل نقل الاسلحة من ايران وقال بايدن ان الاسلحة التي يجري نقلها باستمرار من ايران الى حزب الله في لبنان تشمل انظمة متطورة بشكل متزايد تؤدي الى تقويد السيادة اللبنانية وتساهم في زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الاوسط وتشكل تهديدا غير عادي للامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة واكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي مايكل ماكول ان نقل ايران للمسيارات المتطورة الى وكالاء ارهابيين وفاعلين خبيثين من لبنان الى اليمن يقود الامن الوطني للولايات المتحدة ويزعزع استقرار الشرق الاوسط ويأتي هذا الموقف الامريكي فيما تواصل واشنطن وساطتها في ملف الترسيم ويترقب لبنان وصول هوكستين بدءا من الاحد حاملا ردا اسرائيليا على الموقف اللبناني مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي ريس اكد لصوت لبنان ان البلد اليوم امام لحظة وطنية مفصلية على مشارف انتخابات رئاسية واستحقاقات اقتصادية كبرى تتطلب محاولة بناء مناخ وطني او سنذهب الى المزيد من التدهور ليس هناك من قطيعة مع حزب الله والجمهات كان واضحا في حديثه الاخير بنهاية نطاف حزب الله مكون لبناني كسائل مكونات الاخرى صحيح هناك تبين كبير في وجهة النظر حياة الخيارات الاستراتيجية والمواقف الموطنية ولكن في نهاية الامر لا مفار من استمرار الحوار مع كل القوى ومنطلاقا من التنسك بالمواقف السياسية والثوابت للصح التعبير وهناك حاجة ان يكون تفاعل بين مختلف القوى السياسية والحوار في نهاية الامر يرجى بين القوى المختلفة وليس بين القوى المتفقة فيما بينها احنا امان لحظة وطنية حاسية جدا مفصلية على مشارف انتخابات رئاسية وعلى مشارف التحققات كبرى لن يقف اللقاء الديمقراطي والحفظ التقاط الاشتراكي مكتوف الايدي امان يعني مرور هذا الوقت الزمني القليل المتبقي من نهاية العهد كي نهدر هذه الفرصة وندخل في دوامة الفرصة نهدر كل جهد ممكن لرناء هذا المناخ الوطني لإجراء الاستقاق في موعدها أولا محاولة التوصل للتفاهم على انتخاب رئيس جديد الجمهورية في السياق تتبع أزمة الطحين والقمح فما تكتم عليه قصر بعبداء بشأن المداولات بين عون وسفير أوكرانيا كشفته السفرة الأوكرانية لوكالة رويترز عن راس سفينة سورية واقعة تحت طائلة عقوبات أمريكية في مرفأ طرابلوس محملة بخمسة ألف طن من الشعير والطحين قائلة إن روسيا سرقتها من مخازنة أوكرانية وبحسب موقع مارين ترافيك لبيانات الشحن البحري فإن السفينة وصلت أمس إلى مرفأ طرابلوس بعدما كانت أبحرت من ميناء في شبه جزيرة القرم مغلق أمام الشحن الدولي وبحسب مسؤول في الجمارك اللبنانية فإن السفينة لم تفرغ شحنتها بعد المعلومات التي ظهرت وتم إيقاف كل شيء وأكد وزير الاقتصاد أمين سلام على أن الملف بعهدات المديرية العامة للجمارك ووزارة الزراعة وفيما لم تعلق السفارة الروسية أغضحت السفارة الأوكرانية أن السفير الأوكراني إيهور أوستاش حذر رئيس الجمهورية ميشيل عون خلال لقائه ما أمس أن شراء سلع أوكرانية مسروقة من شأنه أن يضر بالعلاقات الثنائية بين كييف وبيروت نتابع النشرة فيها بعد قليل انتخابات الرهبن المارونية عودة لمتابعة النشرة أهالي ضحايا تفجير المرفأ عقدوا مؤتمراً صحفياً أعلنوا فيه عن برنامج تحركاتهم في الرابع من آب ذكرى تفجير المرفأ وأكدوا أنهم لن يسمحوا بهدم الإهراءات وناشدوا الجميع المشاركة بالتحركات المقررة لأن العدالة إن غابت غابت عن الجميع راني عبيت والتفاصيل أيام على الذكرى السنوية الثانية لتفجير العاصمة لبل قلب العاصمة الحقيقة غائبة والعدل محجوب وسيناريوهات تكتب حول الشاهد الصامت على الجريمة أهالي ضحايا المرفأ توجهوا إلى اللبنانيين للوقوف بجانبهم يوم أربعة أب مندعيكم الخميس أربعة أب 2022 لمشاركتنا بالتحرك اللي رح ننظمه لهيد الغاية التجمع بيبلش الساعة أربعة بعد الظهر عند نقطتين محددين النقطة الأولى بسكنة فوج إطفاء بيروت والنقطة الثانية أمام مبنى النهار لننطلق بمسيرتين هدف واحد هو أن نوصل لموقع المرفأ مقابل الإهراءات بحضور ممثلين من منظمة الليجل أكشن ويرد وايد والهيومن رايتس ووج وغيرهم رح نحمل رسالة بلغات متعددة ونتوجه فيها للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه هيد الجريمة الموصوفة ضد الإنسانية كرمل هيك منطلب من كل اللبنانيين يكفوا تدامنهم معنا لنعرف نحن وياهن الحقيقة وتنحقق العدالة بهيد القضية ويليام نون شقيقة ضحية جو علق عبر صوت لبنان قائلا ما من سبب لدى اللبنانيين لعدم المشاركة في يوم أربع آب لحساب أربع آب رح يشمل أكترية لأحساب أكترية المسؤولين لأنه الحمد لله كلهم متورطين بهذا الموضوع هايمكن يكون السبيل الوحيدة نقدر نبلش نتخلص من الأشخاص اللي هم تضروا بلدنا ومشتغلوا ضد مصالحهم ولا حدا يخاف أنه ينزل بأربع آب كلمة الموضوع الإهراءات فبظن أنه هايمش سابتها حدا ما ينزل وأكيد أن الكل ينزل ولا حدا يخاف يقل ببيته وقداش بحس حلو الواحد سخيف بأربع آب يقعد ببيته ومش هميزر يطالب العدالة لحاله المحامية سيسيل روكوس شقيقة الضحية جوزاف توجهت للبنانيين للمشاركة بكثافة في الذكرى الثانية لتفجير العاصمة نحنا عم نتعب كتير وبنا نطلب من أهل المدينة كلها اللي تخزقت بهذا النهار يشاركونا بأربع آب وما يقعدوا ببيوتهم وما يخافوا أنه الإهراءات رح يسقطوا نحنا عم نشوف خبرها وعم بيقولوا حتى لو سقط شي شقفة من الشقف المتضررة من الناحية الشمالية بتقشط فرتكلي نحنا منطلب من كل العالم يشاركونا يلبسوا تيشورتات بيض عليهم دم أحمر علامة على المقسات اللي نحنا فيها سيعود أربع آب حاملاً معه الجراحة والآلام ولكن غضب الأهل الساطع لن يرحم ولو بعد حين راني عبيت صوت لبنان بعدما صدرت المراسيم المتعلقة بمقرارات اجتماع اللجنة الوزرية لمعالجة داعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام يفترض أن تمهد هذه الخطوة إلى وقف الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظف القطاع العام وسط اتجاه إلى عودة عدد من الموظفين في الإدارات العامة إلى العمل الاثنين المقبل في عدد من الوزرات والإدارات ونوه وزير المال يوسف الخليل بقرار رؤساء الوحدات والموظفين في مديرية المالية العامة في وزارة المال الحضور إلى مكاتبهم في مديرياتي الصرفيات والخزينة لتحضير وإنجاز وتحويل المساعدة الاجتماعية للجيش والقوى الأمنية والمتقاعدين الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أكدت استمرارها في الإضراب المفتوح ودعت الأساتذة إلى الالتزام واحترام قرار الهيئة العامة لما فيه مصلحة الجامعة أساتذة وموظفين وطلاباً أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية أن أبسامي الجميل أننا نعيش في زمن التذاكي والتجارة والبيع والشراء والكذب وحسن التصويق الأكاذيب واليوم الشاطر هو من يملأ جيوبه ومن يعرف تسلق على أكتاف الناس ويدمر البلد تحت رجليه ويعرضه للإفلاس ويسلم سيادته لحزب الله لكي يصل إلى المركز الذي يريده ويحصل على عدد نواب ووزراء أكثر وأضاف اللجميل في حفل تكريم إبراهيم جدعون في ديكواني أن كل المسؤولين بالتكافل والتععدد أوصلون إلى الكارثة التي نعيشها بسبب أدائهم ومساوماتهم الرهبانية اللبنانية المارونية تنتخب رئيسها اليوم تفاصيل مع جزافين أبي غصن تلتأم الهيئة الناخبة للرهبانية اللبنانية المارونية اليوم في جامعة الروح الكدس الكاسليك لانتخاب الرئيس الخامس والثمانين لها بعد ستة أعوام على ولاية الأبن عمطالة الهاشم عدد الرهبان الذين سينتخبون رئيسا عاما جديدا إلى جانب أربعة مدبرين سلاسمائة وقد ينخفض إلى ميتين وتسعين بسبب مرض بعض الرهبان والتنافس بين لائحتين الأولى مدعومة من الرئيس الحالي للرهبنة وتتألف من المرشح للرئاسة العامة مدبر جبيل والبترون هادي محفوظ وتضم الأب جورج حبيئة للنيابة العامة والأباء جوزيف كمر وطوني فخري وميشيل بطأة لمجلس المدبرين أما اللائحة الثانية فهي برئاسة عميد كلية اللهوت في جامعة الروح الكدس الأب لياس جمهوري وتضم الأب أيوب شهوان نائبا عاما والأباء جوع عقيقي وميشيل يان ويوسف سليمان لمجلس المدبرين الانتخابات تحصل على مرحلتين الأولى لانتخاب الرئيس العام والثانية لمجلس المدبرين ومن المتوقع أن يتصاعد الدخان الأبيض من جامعة الروح الكدس كبيل الظهر ويعرف الأبات الجديد الذي يجب أن يحصل على نصف الأصوات زائد واحد جوزيفين أبي غصون صوت لبنان بدءا من صباح اليوم يدخل قانون الشراء العام حيز التنفيذ على أن يتم الأعلان عن ذلك في احتفال في السراي وهو القانون الذي سيخضع كل الإنفاق على المشتريات العمومية لأحكامه ويكرس تحول المدير العام لإدارة المناقصات جون العلي حاليا بحكم القانون إلى رئيس هيئة الشراء العام بعد تحول رئاسة إدارة المناقصات إلى رئاسة هيئة الشراء العام صدر الآن جدول جديد لأسعار المحروقات التي أصبحت على الشكل التالي بنزين 95 أكتان 591 ألف بنخفاض 14 ألف ليرة بنزين 98 أكتان 603 ألف بنخفاض 14 ألف ليرة الديزل أول 694 ألف بزيادة 2000 ليرة والغاز 314 ألف بزيادة 3000 ليرة نتابع نشوفها بعد قليل كرة النووي لدى طهران أهلا بكم من جديد الحفل الأطلسي ومستقبله في الحلقة الخامسة والأخيرة قال الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون في العام 2019 إن حلف شمال الأطلسي يعاني من موت دماغي في إشارة إلى عدم التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا وإلى تفرد تركيا العضو في الحلف في أحداث سوريا وسأل مكرون عن المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي التي تلحظ تضامنا عسكريا بين الدول الأعضاء لدى تعرض أي منها للاعتداء فهل ملزمون بالدفاع عن تركيا إذا قرر نظام بشار الأسد مواجهة أنقرة سأل مكرون ولم يكتفي بهذا القدر بل ذهب إلى حد طرح استراتيجية تفاعية خاصة بأوروبا وإجراء مفاوضات مع موسكو التي انتقدها بفائد العسكرة سور ملتاريزيون لكن هذا الحديث كان قبل الحرب الروسية على أوكرانيا ألمانيا بشخص المستشارة أنجيلا ميركل رفضت في حينه الموقف الرادикال لماكرون ولم تشاطره الرأي كلام مكرون في حينه كان يحاكي خطرين لا يزالاني قائمين الأول تناسي أوروبا أنها اتحاد أو communauté والتصرف كأنها سوق مرشي الثاني انصراف الولايات المتحدة إلى مخاطبة الصين والاستغناء عن أوروبا أو وضعها في الجيبة وبالتالي هندسة العالم ثنائيا بين واشنطن وبكين أما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فهدد بأن بلاده تصرف الكثير من الأموال في حلف يضم دولا منافسة أكثر منها دولا شريكة تذكيرا أنه في العام 2014 اتفق وزراء دفاع الدول العضاء على اقتطاع ما نسبته 2% من الناتج القومي وتخصيصه للقضايا العسكرية المتصلة بدور حلف شمال الأطلسي ولمدة عشر سنوات تنتهي عام 2024 اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني تشجين بينغ خلال اتصال هاتفي على تنظيم أول قمة حضورية تعقد بينهما على أن تتابع أجهزتهما الموضوع لإيجاد الوقت المناسب للطرفين لذلك وأشار مسؤول أمريكي إلى أن رئيسين لم يتطرقا إلى موضوع تعديل الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على سلع صينية أكد منصق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيدبي أن المفاوضات الهادفة إلى أحياء الاتفاق النووي قد اكتملت من مختلف الأوجه ملقيا بالكرة في ملعب طهران لتقرر ما إذا كانت ستوافق على صفقة المطروحة على طاولة أم لا فيما أعلنت طهران عن توسع جديد في أنشطتها النووية ببناء مفاعل أبحاث لاختبار الوقود النووي في منشأة أصفهان وشدد كيربي على التزام واشنطن بعدم حصول إيران على أسلحة نووية متمسكان بخيار الدبلوماسية أصفحة رياضية مع رومان طنوس نبدأ أخبارنا الرياضية ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس التحدي لكرة القدم حق فريق الحكم الفوز أمان فريق السلام زغرته بنتيجة 3-0 على ملعب ترابلوس البلد كما هو تعدى الترابلوس والإخاء الأهلي علي 1-1 على ملعب مجمع فؤاد شاب جونيا ومن انتقل لختام دور المجموعات لبطول كأس العرب تحت العشرين سنة المقامة حاليا بالسعودية فاز منتخب تونس للشاباب على جيبوتي بنتيجة 6-0 كما هو وفاز منتخب المغرب على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 1-0 إلى ذلك أعلى النادي برشلونة ضم المدافع الفرنسي جيول كوندي قادما من صفوف سابية على عقد لمدة 5 مواسن مقابل 50 مليون يورو بجانب 5 مليون كإضافات كما تعقد اللاعب بولو ديبالا قادما من جوفانتوس إلى فريق أس روما لمدة 3 سنوات حتى حزيران 2025 كما أعلى النادي أفرتون إنجيزي التعاقد مع جناح بيرلي ويت مكنيل لمدة 5 سنوات وبيخبارنا أيضا أعلى النادي أتلاتيكو مادريد عبر صفحته الرسمية على تويتر عن تعاقده مع الأرجنتيني نهيل مولينا قادما من ودينيز الإيطالي وإلى نشرة الأحوال الجوية الجو اليوم مشمس درجة الحرارة القصوى 31 درجة رياح غربية جنوبية بسرعة تتراوح من 10 إلى 15 كم بالساعة والرطوبة 69% بكرة رح يكون حار ودرجة الحرارة 31 أقصاها و26 أدنها الأحد رح نشهد انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الـ 30 درجة أقصاها و25 أدنها والجو رح يكون مشمس طيلة فترة لنهار تانين الجو رح يكون صافي مع استقرار بدرجات الحرارة على الـ 30 أقصاها و25 أدنها والأحد الحرارة بين الـ 26 و30 درجة نشهد انتهت تابعونا عبر موقعنا VDL.me ومواقع تواصل اجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 1.5 وعلى الأبليكيشن شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة